يعني كل يعرف أستاذ ليحسين ومشاهدينا أكيد أنه الفريق المتخب القاطري يعد للمشاركة يعني متوقع منه وكل يعرف أنه متوقع منه رغم أنه مسيرة العداد التي تحضرها المونديال مسيرة حافلة رغم أنه شترك كوبا أمريكا مباريات على مستوى عالي مع المنتخب السربي لكن هذه المباريات والإعداد ما لغت الفوارق والإمكانيات الفنية اللي يمتلكوها اللاعبين اللي يشتركون في الدوليات الأوروبية هذا ما شاهدناه من خلال منافساتي ممكن أن تدخل مباريات تجربية هذا التشكل أمامك أستاذ نعين من المنتخب القاطري هم اللاعبين اللي معهم كان سانشيز من أكاديمية سباير من أعمار 13 أو 14 سنة واستمر معهم إلى أن وصل أخذ أمم آسيا وشارك كوبا أمريكا هذا الفريق عادي إلى دولة 22 يعني كأس العالم لكن هذا ما يلغي رغم الإمكانيات والأموال الضخمة اللي صرفت عليه لكن أنا أعتقد بالتالي هو هذا المستوى الحقيقي لأنه اللاعبين إمكانياتهم مهما تكون محدودة وإن كانت مع المنتخب الوطني لكن من الأمور اللي تكمل مسيرتك بالمنتخب الوطني الاحتكاك على مستوى الأندية الأندية اللي تكون بها هؤلاء اللاعبين مستوياتهم مو متصل لمستويات العالمية وهذا ما شاهدناه الآن في مجموعة شفنا مباراتهم مع السينيقال مع الفرق اللي لعبت معها كل الفرق يعني بالرغم ما يعني هذه المباراة أنا تابعته لذلك يمكن اللقطات ما لاتها راح تكون ليست يعني بحجم ما تؤشره مفكرتها نعيم وخلاف لأنه أنتو تابعتوا مباراة السينيقال للأكوادور ومع ذلك يعني ممكن راح نمر على بعض اللقطات اللي ممكن أن يعني نستطلع منها شيئا مما بقي من الكرة القطرية لو شوف حتى النسب اللي موجودة الليوم مباراة هولندي مع القطر يعني شوف شوط الأول نسبة الاستحواذ 68% للهولندي الشوط الثاني 63% أنا اعتقد حتى مسألة الاستحواذ اللي حصل عليها منتخب اللي هي سبع وعشرين السبع وعشرين استحواذ في المناطق الغير آمنة المناطق اللي هي خلف المناطق الخطر أثر على أداء المنتخب القطري اليوم لا أعتقد هم اللعنة والفريق القطري وعطتهم فكر أنه إحنا راح نلعب وإحنا خارجين من البطولة إحنا ودعنا البطولة بالدور فعليه خلينا نقدم شيء عسى أنه نترك أثر طيب لدى الجمهور اللي حضر كل المباراة أنا باعتقادي أنه الاتحاد القطري والأخوة اللي موجودين الناس المسؤولة بالكرة القطرية إذا فكروا سابقا في كيف كيفية صناعة فريق قوي جدا لكيس العالم أو آسيا أعتقد الآن راح تبدي أفكار جديدة يمكن هاي الأفكار اللي بنوا عليها ربما لا راح تستهلك راح نبدي بأفكار جديدة كيفية تطوير كرة القدم الخبرية صعب يعني أنا خلينا ننتقل بهذا السؤال للنعيم باعتبارك عضو سابق بتحاد القرى العراقي يعني أنت تعد لمرحلة جديدة بعد كأس العالم مو صعب يعني أنت ذروة ما تتوصل لها ممكن تكون بداية لكن هذا حتى البدايات أستاذ ممكن أستاذ خلفي يعرف بهذا الموضوع إنه شو الآن لو ناخذ التجربة تجربتين تجربة القطرية والتجربة السعودية لو شاهد قوة الدورية المنتخبات الوطنية هم مخرجات مخرجات إلى دوري الدوري الدوري متى ما كان قوي ذاك الوقت عندك منتخب قوي تبقى الفوارق وين بالإمكانيات الفنية اللي ممكن تكون موجودة من ضمن المنتخب وتوظيفة إمكانية توظيفة المدرب هاي العوامل إمكانيات المدرب العوامل المساعدة الاحتكاك كل هذه التفاصيل هي اللي ممكن تميز الفريق الآخر عن الآخر لكن الأساسيات إنه لابد أنه يكون عندك دوري قوي على مستوى عالي حتى ممكن يخرجون لك لاعبين ذاك إمكانية عالية ممكن مدرب عدة خيارات كثيرة تكون بتوظيف الإمكانيات العالية